السلام عليكم ومرحبا بكم انتمنى ان شاء الله تكونوا كم بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب الوصفة اليوم ستكون وصفة بنينة وسريعة وسهلة بل بزاف سنقوم بلونياز اول حاجة نقوم بها نخلط نجرة تغلي بالماء المهم غير توصل لمرحلة الغلاين اهنا نجيب سباكيتي اللي عندي انا اليوم فضلت نخلي هكذا طويل ما حبيتش نقسمه بش يجي المنظر نجيب مني نضيف شوية العلاج ويجمعها في باركمانك ترش هذا الزيت حتى لا يتسقنن و لا يتعجنن في نفس الوقت ونضع الملح يكون الملح حسب الدوغ يعني كل واحد كيفاش يفضل اهنا يما لازم نخليها هكذا لازم نقلب فيها حتى يهبط لك كامل هذا السباكيتي ويقعد يغلي سينوه لخليته هكذا عارفي باللي راهو راح يتعجن لك كامل نضيها واحد دخلة نجوز وش عندنا فلفل الكحل شوية على فيونداشي حبيبة على الحار وحبيبة على الطماطيش وعندي تاني حبيبة على البصل وهنا زرودية اختيارية انا درت حبها برغ حتى اطينا واحدة الدوغ سوقت اللي عندها اطفال اكيدها حتكون فيتامين لها والعائلة التاحة وتقدو تستغنو عليها عندي مغرفة ماتيش زود سنينة تعدو بالنسبة ليزي بيش ليزي بيش نسحقو الملح ومغرفة صغيرة تاع السكر العكري وشوية عرس الحانوت ومغرفة صغيرة تعنعنع عيابس وتقدرو تديرو زعيتها يعني اللي ما تحبش نعنع عيابس ديري زعيتها حتى تتك نتيجة بيش فيها فيت نجرة نحط شوية تعزيت وحد ثلاثة ولا ربع مغرف دايما على حسب الدوق وكيما انا المقلة هديت نجرة تاعي ما تلسقش بزاف يعني ما لازمش نكتر بزاف الزيت نحط لها فيونداشي بيش تتلقنا هديك اللي بدناتها نخليها حتى تتقلم له نزيد نرمي لها شوية تعزرودية من بعد نحط هداك البصل ونقعد نقلب نخليهم واحد تزوج دقايق ولا ثلاثة حتى نشوف هديك زرودية دبلت ولبصل دبل نحط حبيبات تعطوماطيش ونحط كامل هدو كليزي بيس مغرفة تعطوماطيش وش تاني وفلفلك حل لما نساوش ونخلطهم ونزيد نخليهم واحد تلت دقايق المهم حتى مع التوم مع هدا التوم نخليهم حتى يطيب لنا هدا التوم ويتحمروا لنا يعني تزيد هدي الاسوس تدخل مليح في هداك اللحم اهنا يا بش نمرق بالمتع اللي بات اللي كونو طابو فيه باش جينا بنينو وتاني جينا عقدة درت كاس ما اللي طابو فيه سباكيتي وانتي تقدر يدمح بتجدري المتع سباكيتي تقديري كاس ما عادي المهم ما لازمش تجي هدي الاسوس بزدف تجي هكا شوية دقيقلة اهنا ياه بعد ما طابلي هداك سباكيتي وصفيتو درت له نص مغرفة كبيرة مارغارين مانديروش بزده باش مديناش البنت على مارغارين المهم برق باش ما يلسقناش ونحطوه هلا جانب ودكا جيت باش ندري يسيل بلاتاعي معاكم شوفوه طريقة كيفاش ندور في هداك سباكيتي باش يجي المنظر تاعو شباب ويزيد يجي مشاهيف نفس الوقت هذا هو سباكيتي تاعي وشوفو الاساس كيفاش يجي عقدة ويجي بنينه سيوها واكيد ما راحش تندموه وهد الوصح بيتنفكككهم بلي كانت فيه غوطين ولكن تحت الطالب بتاعكم بازاف يطلبوا مني قولوا لي ديري الوصفات وحدهم باش نلقوهم بسهولة انا راني نتعب علي جلكم نتمنى تعجبكم والتاني ما عجبتكم جقولوا لي هد الفكرة ما يشعر بذنا هكذا باش ناخدوا برايكم المهم هذا هو الشك النهائي تاع سباكيتي تاعي شاهدكم في جناح بيتنضوق معاكم جات بنينه وجات ماشاء الله وتاني تقضوا تخلطوا هاد الافيونداشي لا سوس بولونيز مع سباكيتي وتتحصلوا على طابق يجي بزاف بنين شاهدكم في الجناح ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر